الرعاية الصحية لخ رئيس طبعا هو الآن الاخطاء الطبية متكررة وقاعد تصير الآن ففي عهد الوزير الحالي برضو أول خطط طبي حدث في مستشفى مبارك مستشفى مبارك مواطنة كويتية راجعت لمستشفى وفي حصوة قالوا أنت تحتاجين بتر الرجل اللي منه فكلموني يا أولادها فقال وضع اللي حصر كذا كذا والآن أنه الجماعة المستشفى قالوا محتاجين البتر قلت له عندكم فيزا قالوا عندنا فيزا فرنسا رتبت لهم الحج وديناهم ثاني يوم تشيكوا في فرنسا وطلعت الرجل السليم ما فيه شي أقعدت في فرنسا شهر أنا دافعتها لكرم الحسابي الحسابي نعم لأنه مبعد علي هي تصير جدة عيالي عشان تكون بصورة وزي الصحة فزين هذا المواطنة يعني عندها سعدون الاعتابي أنقذها لكن لو مواطنة أخرى ابتلوا رجولها لذلك يا وزير الصحة إحنا الآن الخطاة الطبية قاعد تكرر وهذا يعني خطأ توف رش يعني في عهد الوزير الحالي راحت فرنسا في حصوة قاعدت شهر الله الحمد اطلعت سليمة وطلع خطأ طبي من الطبيب في مستشفى مبارك اللي استعجل في موضوع البتر وأعطيك اسم الطبيب وهذا يجب أن يوقف العمل شكرا للمشاهدة